اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لمدة سنة وشهرين في مختلف المجالات اللي ممكن ما تطري على بالك في صناعة المحتوى والبرمجة والمحاسبة والمونتاج والإخراج والتصوير والإضاءة والتسويق وأشياء كثيرة ومن ضمن ذلك اللغات وهي من أهم الأشياء اللي دائما أقول تعلمها فعشان تحصل على عرض الجمعة الخضراء اللي رح ينتهي في 20 ديسمبر ادخل على الرابط اللي موجود في الوصف واستخدم كود الخصم هذا إذا فاتك كود الخصم هذا وتابعة الفيديو متأخر كود خصم دوبا ميكافين دائما متاح يا صديقي العسل ورح تحصل على خصم خاص بإذن الله رابط من الصوتين فعما وجود في الوصف يلا خلنا ندخل في الفيديو حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوبا ميكافين حيث القهوة والموسيقى والكتاب معك أخوك ناصر العقيل وفكرة القناة هي أن يبغى يقدم خدمة للناس اللي تبغى فائدة القراءة بدون ما تقرأ فإذا عجبتك هذه الخدمة أو تحاب تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة طبعا انتفقنا يا صديقي المتابع في الفيديو السابق أن الذكر دائما يبحث عن القوة والكفاءة وإيجاد الحلول للمشاكل والإنجازات وفي المقابل الأنثى في كوكب الزهرة كانت ميالة للعواطف والمشاعر والعلاقات وأيضا كانت الأنثى تواقة للمسؤولية وللتحسين وهي علامة من علامات الجمال في هذا الكون حبيت أعيد لك هذه النقاط لأن تقريبا النقاط اللي راح نناقشها في هذا الفيديو مرتبطة نوعا ما بالنقاط اللي شرحناها في الفيديو السابق اللي ما شاهه الفيديو السابق يقدر يرجع يشوفه وبرضو راحط لك رابط فيديو السابق فلوس قال لك جون غري الذكر لما يجي يتعامل مع ضخوطة يدخل في كهف سماه كهف الذكر طبعا هذا الكهف مو بكهف حقيقي يعني يدخل في كهف ظلام وكذا لا الكهف اللي يتكلم عنه جون غري هو عزلة هذا الذكر عن واقعة بأي شكل من الأشكال خلني أعطيك بعض الأمثلة كأن يقضي معظم يومه في مشاهدة كرة القدم أو قراءة الأخبار أو مشاهدة الأفلام أو اللعب أو الخروج مع الأصدقاء مثلا عشان المشاكل اللي مر فيها خلال يومه ولا قدر يوجد لها حلول ينغلق تفكير الذكر بمسبة 95% وتكون هذه الـ 95% محجوزة للتفكير في المشكلة فقط يعني إذا بدأ يفكر فـ 95% من تفكيره راح يفكر في هذه المشكلة اللي لازم يلقى لها حل أو أنه يستخدم الـ 5% الباقية اللي خارج التفكير عن هذه المشكلة في عزلته عن الواقع فخلاص يبغى يتابع كرة قدم يعني معدوم التفكير أو يشاهد فيلم أو مسلسل على التلفزيون أي معدوم التفكير أو ممكن يجلس على الجوال في السوشيل ميديا أو يلعب لعب على الجوال أو يخرج مع الأصدقاء المهم أنه يحاول قدر المستطاع أنه يتوقف عن التفكير تماما هذه العزلة اللي هو يدخلها أو هنقول الكهف اللي هو يدخلها مثل ما صوره جون غري هي نوع من أنواع الاسترخاء والراحة وشحة الطاقة مرة أخرى أنت ممكن الآن وانت تسمعني تقول الله أشوف أنها يعني تقريبا كهف الرجل هذا ما في أي مشكلة كالعادة تقريبا ما في أي مشكلة لكن عندما يرتبط الموضوع بعلاقة مع أنثى هنا تحدث المشاكل في الجهة المقابلة كيف تتعامل الأنثى مع ضغوطها يا صديقي المتابع بالتحدث عن هذه المشاكل الأنثى عشان ترتاح أو تاخذ بريك من هذه المشاكل تتكلم عنها تناقشها تفصلها تشرحها لأي شخص هي تثق فيه جدا يعني الأنثى لما تعاني من ضغوط خلال اليوم أو خلال فترة معينة من الزمن تبحث عن شخص تثق فيه جدا وتبدأ تناقش هذه المشاكل معاه وتطرحها عليه هي ما تبغى حلول هنا هي تبغى شخص يكون وعاء عاطفي يستقبل هذه الفضفضة تقريبا بكل رحابة صدر وإن كانت تحتاج إلى دعم فالدعم المعنوي هو المطلوب في هذه المسألة ما تبغى تقاطعها وتعطيها حلول وتلبس قبعة الخبير مثل ما يقول جون غري في الكتاب وتبدأ تحاول تبين لها أن هذه مشاكل بسيطة لها حل لا 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 ما بهذه اللي تبغى هي اللي تبغى أن تكون مستمع جيد وتفهم المشاكل اللي هي تمر فيها وتحاول تستشعر الظروف والضغوط اللي قاعدة تمر فيها الآن وتقدم لها الدعم المعنوي والاحتواء مثل أي صديق حصلت لأي ضغوط في أي شكل من الأشكال وتحاول تواسيه إزاء هذه الضغوط وما أبغى أضرب أمثلة معينة أبغاك أنت توسع خيالك وتتخيل تقريبا أي ضغط ممكن وطبعا أنت لما تسمع هذا الكلام تقول والله الأنثى يعني تقريبا واقرية كلنا إذا جتنا ضغوط نحاول تقريبا نفظفظ ونعبر عنها وهذا الكلام صحيح نسبيا طبعا عند الذكور نادرا ما نفظفظ بالمناسبة يعني أوكي نتكلم عن مشاكلنا بس تلا مو بنفس الشكل تتكلمون عنها الإناث أبدا غالبا نلتزم الصمت فلما أنت تسمع هذا الكلام عن الذكر وتسمع هذا الكلام عن الأنثى تقول الله يعني الحياة حلوة ما في أي مشاكل طيب اجمعهم اثنين هم مع بعض وأبغاك تتصور مثلا أن جون مر بمشاكل وضغوط خلال اليوم ورجع للبيت وجلس مع ميري اللي كانت برضو قد مرت بمشاكل وضغوط خلال اليوم أبغاك تلاحظ الآن الفرق الشاسع بين الشخصيتين شخص عانى من ضغوط وقاعد يلتزم الصمت ويحاول يتابع ويتفرج ويبغى ينسى تقريبا المشاكل والهموم اللي صارت له وشخص يعاني من ضغوط في المقابل ويبغى يتكلم عنها شايف انت الفرق الشاسع بين الثنين شخص يبغى يلتزم الصمت عشان يرتاح وشخص يبغى يتكلم عشان يرتاح وهنا تكمل المشكلة يا صديقي المتابع ومن هنا تأتي الخلافات نرجع لصديقنا المريخي ألا وهو الذكر انغلاق الذكر وعدم تحدثه عن هذه المشاكل اللي هو مر فيها خلال اليوم يترك انطباع سلبي عند الأنثى أو اللي هي شركة حياتها يعني تبدأ هي تعتقد لأنه ساكت عن هذه المشاكل انه شخص لا يثق فيها مو هي إذا صار لها مشاكل تروح تبحث عن شخص تثق فيه تتكلم معاه لأنها قاعدة تشوفه هو مو قاعدة يتكلم فهي تعتقد أنه ما يثق فيها أو ما يشوفها وعاء عاطفي لها وانغلاقه هذا يسبب أثر سلبي على علاقتهم لا تلومها يا صديقي المتابع هذه طبيعة بشرية كذلك الأنثى لما تجي وتمر بضغوط خلال اليوم وتبغى تتكلم مع شخص تثق فيه ألا وهو شريك حياتها وتبغى تفض فضله وتبع ما في خاطرها لهذا الشريك الأثر السلبي اللي ينعكس على هذا الذكر هو كالآتي أولا هو ما يحب يتكلم كثير إذا كانت مشاكل ما يقدر يحلها ما يحب يتكلم فيها كثير يعني على سبيل المثال مشكلة صارت لها هي مع مديرتها في العمل هو مو قادر يحل هذه المشكلة يقول لك جون غري هذا الكلام خطير ووقعه على الذكر سيء جدا يقول لك من أسوأ الأشياء اللي ممكن تحصل للذكر مشكلة ما يقدر يلقى لها حل والله العظيم لما قال الجزئية هذه في الكتاب أن أثر فيني فعلا لاحظت أنا نفسي كذا لما تمر علي مشكلة ولا قال قالها حل الضائق اللي يزعلني أكثر لما أشوف فيه شخص صارت لها مشاكل ما أقدر أنا ساعده فيها أوه هذا يقرقني الموضوع جدا فسبحان الله طبيعة بشرية فهذا أول شيء ثاني أثر سلبي هو أنه راح يبدأ يقاطع ويعطي حلول أو وهذه النقطة خطيرة جدا قد يشعر بالضعف وقلة الكفاءة لأنها مشاكل ما يقدر يحلها قد يهتز عنده جانب الرجولة والنقطة الثالثة والمهمة جدا واللي راح أفصلها لكم بعدين بعد شوي في الفيديو يعني هو أنه إذا كان شريك حياته يعاني من ضغوط ومشاكل وحزين بعض الشيء أو غير سعيد ينعكس هذا الأثر العاطفي على هذا الذكر شريكة حياتي إذا كانت حزينة أنا لازم أكون حزين شريكة حياتي إذا داخلها في أزمة ما تدر تحل لها أنا أستشعر نفس هذه الأزمة وأحس بنفس الضيق ولأن هذه المشاعر جدا سيئة بالنسبة لي يحاول يتجنبها دائما فتيجي الأنثى تحاول تتشكي عن مشاكلها خلال اليوم عشان ترتاح يقوم هو يهرب من هذا النقاش أو من هذه الحوارات والله العظيم يا صديقي متابع الكلام هذا خطير خطير واقعي يعني لو تجيب شخص من ريخي ذكر وأنثى زهرية من كوكب الزهرة ويعيشون حياة عيدية طبيعية ما فيها أي مشاكل بتشوف الحياة وردية جميلة جدا كل واحد يتوق لأنه يجلس مع الثاني وينعزل عن العالم كله حابين بعض لكن المشكلة لما تجي مشاكل سواء للذكر أو الأنثى يبدأ ينعكس هذا الأثر السلبي وتبدأ تبان الفروقات في الشخصية والمصيبة الأعظم مثل ما يقول جون غري أننا ناسين أن هذا من كوكب المريخ وهذه من كوكب الزهرة طيب إيش الحل؟ الحل لما تجي فترة يعاني فيها الذكر من ضغوط ويبدأ ينعزل عن واقعه يعني إذا عرفت أنه اليوم مش طبيعي أو الفترة هذه قاعد يمر بضغوط أو مشاكل لم يقدر يلقى لها حل إلى حد الآن ما حلها في هذه الفترة حاولي تعطينا مساعدة أعطيه ينعزل في هذا الكهف لين يلقى المشكلة حل؟ سواء كان هذا الإنعزال بالابتعاد عن مناقشات المشاكل بعدم التفكير عن المشاكل اللي صايرة خلال اليوم في البيت أو مثلا خلال هذه الفترة في هذه الأسرة أو العلاقة أو أي أن كان لأن الأنثى حيالا تقول يعني أنت شايف المشكلة اللي صارتنا في علاقتنا حين الفترة هذه قاعد ينعاني من المشاكل هذه كيف أنت ساكت وقعد تشغل مباراة أو تتابع شيء في التلفزيون أو ما إلى ذلك شوف لا حل هي قاعدة تلومها لو منطقي ترى وهو في نفس الوقت قاعد يحاول يعالج نفسها ويشحض طاقة عشان يحل هذه المشكلة فهو إنعزالة إنعزالة هذا هو محاولة للحل أصلا يحاول يجدد الطاقة ويشحضها من جديد فلذلك إذا مرت ذكر بضغوط ولاحظتي عليه أنها ما يتكلم كثير ما يناقش المشاكل كثير ما يحللها كثير ولا يسولف فيها كثير وقاعد يحاول يخرب تقريبا من واقعه من التزاماته ومسؤولياته تقريبا في العلاقات الإنسانية نتكلم ويبدأ يعني يطلع مع الأصدقاء ويتابع تفجوهما إلى ذلك هذه الأمور هذه الأشياء اللي قاعد هو يسويها تصب في النهاية في سبيل حل هذه المشاكل تقريبا فأعطيه مساحته حاول يتستوعبين اللي هو قاعد يسويه قاعد يسويه عشان يحل هذه المشاكل هو اللي قاعد يسويه قاعد يسويه عشان يصب في مصلحة العلاقة ولكن بالطريقة اللي هو يراها صح من وجهة نظرة في المقابل يا عزيزي الذكر وأنا عشان يأمون على الذكور أتكلم معهم بهذا الأسلوب إذا مرت الأنثى بضغوط خلال اليوم أو خلال فترة معينة وأبغى أفتر طبعا أنك أنت قاعد تمر بضغوط أكيد أنا أبغى أحطك بهذه الحالة الصعبة مرة يعني ما أبغى أقول أن شركة حياتك قاعدت تمر بضغوط وأنت الفترة هذه كويس لا 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 أبغى أحطك في حالة صعبة مرة أسوأ الحالات إذا مرت أنثاك بضغوط سواء خلال اليوم أو خلال الفترة وأنت كنت عندك مشاكل الدنيا حاول تستمع لها بإنصات وبصدق هذا الشي ساعدها كثير وعلى فكرة رهي واقعية الإنسان لما يمر بضغوط ما يقعد ساكد كده مع نفسه يتابع عن بالله لا 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 الناس ما لها الظاهر يا صديقي المريخي فحاول تستمع لأنثاك قدر المستطاع وفعلا تكون عاطفي صادق مو بس أسمع من هنا وطلع من هنا يعني في ذكور كثير نسمعهم يقولون كلام هذا يا ابن الحلال زوجتك كده جدت تتكلم معاك أسمع من هنا وطلع من هنا وخلاص هذه الحياة حلوة لا الحياة مي حلوة كده الحياة أبدا مي حلوة كده يا أخي العلاقات الإنسانية يا عزيزي الذكر ليست عبارة عن حياة وردية وابتسامة ما تنتهي وما في مشاكل وكل شي سليم كوكب بومبون تقريبا لا بالعكس العلاقات الإنسانية والشراكات والزواج خصيصا من أعقد العلاقات اللي المفترض تكون فيها المساندة والوقفات العاطفية أكثر أن أسمع لها أهم من أني أضحكها أني أوقف معها في مشاكلها وضغوطها وأكون معها عاطفي وداعم لها مشاعريا أهم من أني أطلعها وأهديها وأجيب لها وأشتري لها بالضبط لأنه جون جري يقول الذكر دائما يحاول يفكر في الجانب الغير عاطفي يعني يعتقد أنه لازم يصرف على البيت ويشتري لها ويلبسها ويسوي لها ويحقق لها مثلا شيء يتبغاه وما إلى ذلك هذا هو الدعم اللي هو الحين هو تقريبا الآن مسوي كل شيء يعني ولتابع فيلم فينسس الدينزل واشنطن رح يفهم الكلام هذا لأنه جسده فعلا أنه بس أنا شغلتي هنا أكون قائم على أمور ذات كما أأكل واشرب ولبس وحل المشاكل وانتهى الموضوع لا يا عزيزي الذكر في كوكب الزهرة الحياة مختلفة في كوكب الزهرة الإناث هناك يهتمون بالعلاقات بالروابط الزوجية والعلاقات أي أن كانت العلاقات الإنسانية والمشاعر عندهم أهم عندها علاقتك معاي أهم من أنك تشتري لي فلذلك لازم تسمع لها ولازم تنصت لها ولازم تكون عاطفي ولازم تدعمها عاطفيا لا تقدم لها حلول أرجوك اسمع اسمع بكررها كثير لا تقدم لها حلول إلا إذا طلبت أما اللي عليك أنك تكون مستمع جيد وداعم عاطفي جيد كده تتعامل مع الأنثى إذا مرت هي بضغوط وصدقني ترا هي قادرة على حل مشاكلها لا تخاف يعني والنقطة المهمة جدا برضو هذه لازم أذكرها قبل أنتقل بعض الاختلافات الجاية يقول جون غري حط في بالك عزيزي الذكر أن ممكن الأنثى اللي أنت عايش معها أو شركة حياتك يعني أو أمك أو أختك أو أي أن كان لحظة ما هي تتكلم عن المشاكل اللي هي مرت فيها والضغوط اللي تمر فيها خلال هذه الفترة ترا ممكن تجيب عليك مشاكل صايرة الآن ومشاكل صارت قبل وانحلت ومشاكل قد تحدث الآن أو قد تحدث في المستقبل حط في بالك يقول بتعطيك جميع المشاكل والاحتمالات كذا هي قاعدة تعبر عن مشاعرها وعطفها هي كذا الآن قاعدة ترتاح فإن لم تكن قادرا على احتواء هذه المشاعر فأنت لست أهلا لأن يكون لديك شريكة حياة من كوكب الزهرة أنا آسف على هذا التصريح حزيزي الذكر قد يعني تزعل عليه بعض الشيء لكن هذا الكلام حقيقي مع كامل الأسف هذا الكلام حقيقي مشكلتنا لما نجي نرتبط بشريك حياة ناخد الأمور من منظوراتنا الفكرية حنة سواء كنا ذكور أو إنا يعني أنت تبدأ تفكر في موضوع العلاقة من وجهة نظرها هي أو الذكر يفكر في العلاقة من وجهة نظره وهذا الكلام خطأ لما تجي ترتبط بشخص يا صديقي المتابع إذن لازم تفكر من وجهة نظره أكثر من أنك تفكر من وجهة نظرك أنت هذه هي العلاقة العلاقات اللي تدوم لمدة طويلة من الزمن هي اللي فيها التضحيات أكثر واللي فيها فهم الآخر أكثر واللي فيها الاستماع أكثر واللي فيها أنه أحاول أني ألبي اللي أنت تبغاه وحاول أني أفهم وجهة نظرك أكثر من أني أحاول أفهمك وش هي وجهة نظري وراجع كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء العظيم دي الكارنيجي شرحناها تقريبا في 6 أجزاء وباقي ممكن 6 أجزاء تنزل ثانية في المستقبل تقدر تتابعها على القناة مهمة راح تفيدك جدا من ناحية العلاقات حاول تفكر من وجهة نظر شريك حياتك أكثر حاول تفهم إذا هو تكلم كثير ليش هو قاعد يتكلم كثير حاول تفهم إذا هو سكت وانعزل ليش هو قاعد ساكت وانعزل حاول تفهم أنه كل واحد منكم يحاول يقدم اهتمامه ولكن بالطريقة اللي يراها مناسبة من وجهة نظر هذا الكلام مهم جدا في العلاقات ولوهلة حسيت أني مصبح اجتماعي لكن يا صديقي المتابع أنا مجرد ماقل لمعلومات هذا الكتاب ما في حدا يقيني يقول أنت ما تزوجت وقعدت تتكلم عنين ألا أنا قاعد أن أنكلم ناس كلام ناس عارفة وقارية وصلت المرحلة أنها تنتج معرفة كتاب من أفضل كتب ما بي يعني جمع ليسجل أوكا باقي نص ساعة ثانية الان إليك يا صديقي المتابع هذا الفرق الثاني الخطير جدا بين الذكر والأنت وراح نبدأ بالذكر دائما لأني ذكر هذا أولا ثانيا لأني دائما أشوف أني صراحة المريخيين يعني أكثر غرابة بعض الشيء من الزهريين أو الزهريات قال لك أحد طباع الذكر يا صديقي المتابع أنه يحب أنه يكون قائم على أمور ذات شخص آخر القوامة إيه؟ قاعد أتكلم عن القوامة الآن ومع كامل الأسف القوامة من أكثر الأشياء لمفهومة غلط القوامة دائما تكون للرجل ليس الذكر للرجل الرجل ممكن ما يكون ذكر في بعض الأحيان يعني أنا أعطيك مثال بسيط جدا أنا ترعرعت وتربيت ونشأت على يد الوالدة الله يطول لي بعمرها إن شاء الله أمي كانت هي اللي تصرف علي وتأكلني وتشربني وتسعى طول اليوم تشتغل عشان ترجع باللقم وتعيش في النهاية وتلبسني وتديني المدرسة وما إلى ذلك أمي كانت هي المسؤولة عني مئة بالمئة أمي هي اللي كانت قائمة على أمور ذاتي مو معناتها تتحكم فيني لا كانت تحميني وترعاني وتأكلني وتشربني وتحاول تقومني يعني هذه القوامة بالضبط تحاول تقومني فلما أكون أنا شخص قائم على أمور ذاتي بمعنات أني أنا موظف الآن وعايش ومستقل وأنا اللي أصرف على نفسي أحمي نفسي وما إلى ذلك فهي أمي لما كانت تحاول تقومني كانت هي القائمة على أمور ذاتي كانت هي الرجل وأنا كنت في هذا الموضع النسيء اللي هو مفرد كلمة نساء فلأن الذكور دائما يحبون يكونون رجال قائمين على أمور ذاتهم مترجلين وقائمين على أمور ذوات أخرى مثل شركات حياتهم يعني ومو بس حتى شركة حياتها يحب يكون قائم على أمور أمه بعد ما يكبره أبوه وكذلك على أبناء أو خواته وما إلى ذلك وهذا الكلام ترى حقيقي جدا يعني أنا الآن أفكر في أختي أني أكون قائم على أمور ذاتها أكثر من أني أفكر في أخوي لأن أخوي ما شاء الله رجل يعني مو محتاج أصلا قوامتي لكن أختي لا محتاج قوامتي وقوامتي مو سيطرتي وأحكامي وتعنيثي والشدة والضرب وما إلى ذلك والمنع اللي على غير سنعلا لا مو هذه القوامة محتاج قوامتي معناتها محتاج أني أساعدها أنها تكون هي قائمة على أمور ذاتها أقومها أساعدها وأحميها وتقريبا إذا تحتاج مني دعم مادي دعمتها وإذا تحتاج مني دعم معنوي دعمتها وإذا تحتاج مني أوديها المكان الفلاني ووديتها وإذا تحتاج مني أسهل عليها المهمة الفلانية أسهلها أكون بروتكتر تقريبا بوديغارد لها أسمي اللي تسمي هذه القوامة اللي قاعدين نتكلم عنها الآن فقال لك الذكر بطبيعة حالة دائما مغروس الأمر هذا فيه يحب يكون قائم على أمور أشخاص فقال لكم الذكور وهم جاسين كده يوم من الايام في كوكب المريخ تحوا كده فكوا واحد منهم فك دربيل وشاف كده انه في كوكب في كثير من الانات اللي بطبيعة حالهم يحبون ان يكون عندهم شخص يشاركهم حياتهم يجعل من حياتهم اسهل شوف هذه الكلمة خطيرة جدا معليش يمكن هذا الفيديو يزعل كثير منكم معليش بس هذي قناعات ومنظرات فكرية لازم تغيرها لازم الانثى تحب ان يكون في شخص قائم على امور ذاتها وش معنى قائم على امور ذاتها؟ شريك حياه يخلي حياتها اسهل شريك حياه يكون بمقام الاب والاخ مو شريك حياه يجعل الحياة اصعب شريك حياه يخلي بدال ما يكون في لا مليون لا شريك حياه يعتقد انه ملكها او هي ملكة له يعني لا مو هذا اللي تبغاه الانثة الانثة تبغى شريك حياه يشاركها الحياة مو يملك حياتها فلما كانوا المريخين جالسين وبالمنظر شافوا انه فيه كوكب فيه كثير من المخلوقات اللي ممكن يكونون هم قائمين على امور ذاتهم وكذلك الزهريات لما شافوا المريخيين قادمين وشافوا هذا الطباع والخصال فيهم حصل انجذاب بين المريخيين والزهريات فيا صديقي المتابع عشان تفهم النقاط اللي راح اناقشها معاك الان ابواك تتصور انه فيه ذكر مريخي كون علاقة مع انثة من كوكب الزهرة اوكي زهرية توقع زهرية طيب قال لك جون غري كل ما شعر الذكر ان الانثة بحاجة اليه اكثر كل ما قدم عطاء اكثر فهذا هو الحافز لحب الذكر الذكر عشان يحبك اكثر لازم يستشعر انك مقدرة قوته وكفاءته تذكرين النقطة اللي ناقشناها في المقطع الاول بالضبط وعشان كده انا طريتها لازم يحس ان هذا الكائن اللي معاه او شريك حياته مقدر تماما قوة هذا الذكر وكفاءته وقدرته على جعل الحياة اسهل وقدرته على حل المشاكل وما الى ذلك كل ما حس بهذا الشعور كل ما كان حافز له اكثر للعطاء والحب اكثر الان تعال يا صديقي الذكر اسمع الكلام اللي يجمج على الشارب المحفز للانثة ازائك هو انك لازم تحسسها دائما انك سند لها وشريك الحياة عادة ما يجمع بين خصال الاب والاخ واضافة على ذلك خصاله هو كشريك حياة كل ما حست انك انسان سند لها فعلا داعم لها عاطفيا اولا عاطفيا ومشاعريا اولا ثم ماديا وامور اخرى ثانيا كل ما شعرت بالشعور هذا اكثر كل ما اعطتك حب اكثر ولا اكثر ودائما في بدايات العلاقات بين الذكر والانثة تجد الذكر فعلا يكون في هذا المقام دائما ودائما الانثة تكون نعجب بهذا الشيء جدا وعلى فكرة يعني انت عارف انه بايولوجيا ما ادري اذا انت تدري ولا لا لكن حنى اللي نحتاج الاناث اكثر من احتياج الاناث للذكور بالمناسبة يعني معلومة قد تخفى عنك يعني نعم الذكور يحتاجون الاناث اكثر بكثير من احتياج الاناث للذكور وهذا بايولوجيا مثبت طبيعة كونية ما في حد يقدر يعترض عليها يعني فلازم حنى كذكور لنثبت اننا نستحق هذه الشراكة مع هذه الانثة والانثة ما رح تترك كل المريخيين وتختارك انت الا اذا كنت فعلا كفا لها وسندا لها ومعين ووعاء عاطفي وداعم عاطفي اولا ثم مادي لها طيب الكلام حلو وجميل جدا وين المشاكل؟ المشاكل اذا اجتمع الذكر والانثة عزيزي الذكر لانك دائما تحب تكون قائم على امور هذه الانثة فكر دائما ان العطاء اللي تحتاجها في مقام اول ليس العطاء المادي يعني كون انك تقف معها عاطفيا وتهتم في علاقتك معاها اكثر هذا بالنسبة لها اهم من اي شيء مادي انت ممكن تجيب لها ممتاز؟ ممتاز لان من اكثر الاخطاء اللي قد يقع فيها المريخي هو انه يعتقد مداما مضبط كل الامور المادية معنات انه تمام التمام لا 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 الاحتواء العاطفي اهم اعيد وكذلك الاحتواء العاطفي اهم طرعنا استخدمت اسلوب التكرار في هذا الفيديو كثير موحشوا اسلوب التكرار والتكرار يعلم الشطار يا صديق المتابر بالنسبة لك يا عزيزة الانثة حاولي قدر المستطاع انك تعطين شريك حياتك الذكر الكم الكافي من التقدير لهذه الطاقة او الكفاءة او القوة او سميها اللي تسمين لازم يشعر هو ان انثاهم قدر كل التضحيات اللي هو قاعد يسويها وكل السعي اللي هو قاعد يحاول يبنيه ويسويه لازم ومثل ما يقول جون غري بالضبط في الكتاب عندما يشعر الذكر ان ليس له قيمة وان شريك حياته ليس بحاجة له ولا لدعمه لا المادي ولا العاطفي ويشعر ان شريك حياته بغنى عنه باي جانب من الجوانب يعتبر هذا موتا بطيئا للذكر وبصفتي من ريخي وذكر يا صديقة المتابعة اقسم بالله ان الكلام هذا حقيقي ومؤلم بمجرد ما يشعر الذكر ان الشخص اللي قائم هو على امور ذاته لم يعد بحاجة اليه بس يشعر بالشعور هذا باي جانب من الجوانب مو شغط يكون كل الحياة لا ممكن جانب او جانبين قد تؤثر فيه هذا يعتبر موتا بطيئا للرجل هذا يقتل تقريبا جميع الحوافز لدى الذكر ويبدأ الذكر يسوي الانسحابات حقته يدخل فيه كهفه وينعزل عن واقعة وبالذات العلاقات منها ويبدأ يتساءل ليش شريك حياتي ماعد يحتاجني في المسألة هذه ليش شريك حياتي ماعد يشكي لي مشاكله ليش شريك حياتي ماعد يطلبني او انا فضل الشي هذا ليش شريك حياتي ماعد يحتاج الدعم المادي او المعنوي او اي دعم كان في اي جانب من الجوانب ليه يبدأ يتساءل يبدأ يحاول يوجد حل لهذه المشكلة اللي تعتور بالنسبة له عظيمة جدا هو ما سافر من المريخ للزهرة الا عشان يكون هذه العلاقة عشان يكون قائم فلما يبدأ يشعر انه قاعد يفقد هذه القوامة هنا رح تقريبا يخسر هذه العلاقة تدريجيا بالمقابل يا صديقي المريخي اذكر الانثى بمجرد ما تبدأ تستشعر انك لم تعود سند لها ومعين لها عاطفيا قبل ماديا وغير مهتم فيها جدا بالطريقة اللي هي تعتبرها اهتمام وتبدأ تلاحظ عليك انك تحولت من الشخص المعين المساعد الدعم الى شخص تقريبا معيق في كثير من الجوانب او مهمل في جوانب اخرى هذا الشي يقتل همة الانثى تماما فتبدأ هي في المقابل تستخدم كرتها الثمين جدا الا وهو انها هي ما تحتاجك بقدر ما انت تحتاجها وتبدأ تنسحب هي عاطفيا وتدريجيا من هذه العلاقة طبعا الانثى اذا وصلت المرحلة انها تنسحب عاطفيا وانت تتكلم عن شخص عاطفي جدا فمعنات انك انت كارثي ايو الذكر الانثى ما تبدأ تبدأ تبتعد عنك الا اذا انك انت مرة مرة كارثي كارثي جدا لانه هي عاطفية هي تهتم بالعواطف والعلاقات كتير فصدقني هي تتمسك فيك اكثر من انت تتمسك فيها ولكن بمجرد ما توصل مرحلة انه هي خلاص تبدأ تنسحب عن هذه العلاقة فمعنات اللي انت قاعد تسويه كارثي انت بعيد عنها كل البعد عاطفيا اولا واي دعم مادي او معنوي او اي دعم من انواع الدعم الاخر فخلنا نلخص هذا الفيديو يا صديقي المتابع العبارات التارية اذا مر الذكر بضغوط في يوم او في فترة معينة يبدأ في عملية الانعزال عن الواقع والابتعاد عن المشاكل بالحديث عنها وما الى ذلك الانت العكس تماما عندما تمر بضغوط خلال اليوم او خلال فترة معينة تحاول تبحث عن شخص تثق فيه وتتكلم معاه عن هذه المشاكل وتتكلم معاه عن جميع انواع المشاكل اللي مرت فيها او قد تمر فيها في المستقبل ومدامها تتكلم معاك معناته تثق فيك فلا تفقد هذه التقة يا صديقي المريخي فعليك ايها الذكر عندما تتحدث الانثى ان تنصت لها تماما تماما وعليك يا صديقة الانثى عندما تتحدثين عن المشاكل ولا تجيدين الاستجابة اللي انت متوقعتها فضعي بعين الاعتبار ان هذا ذكر والذكر غالبا لا يتحدث عن مشاكل الا اذا يبحث لها عن حلول او يلقي بالنوم على اشخاص اخرين وهذه نقطة بعدين نجيها ان شاء الله النقطة الثانية الذكر يحب يكون قائم على امور شخص اخر وقائم اي معين وصديق ومساعد واب واخ وكل شيء او كل مقام يجعل من حياة هذا الشخص اسهل والانثى في المقابل تحب الشخص اللي يجعل من حياتها اسهل اللي تنتبق عليه هذه المواصفات وهذه الخصال الشخصية النبيلة جدا فعندما تقترن بك الانثى فمعنات انها وثقت فيك انك وعاء عاطفي ومعين ومساعد وداعم فعليك يا صديقي الذكر ان تكون اهلا لهذه الثقة وما تخون هذه الثقة ابدا باي شكل من الاشكال باي شكل من الاشكال يا صديقي المريخي وعليك يا صديقة الانثى ان تعطين هذا الذكر حق قدره يا صديقة الانثى لازم تقدرين كل التضحيات والضغوط والاشياء اللي هو قاعد يمر فيها من اجل ان يقوم هذه العلاقة طبعا ممكن يكون هو تركيز مادي بحت وهذه طبيعته ذكر لكن لازم يقدر في هذه المسألة شكرا لك على هذا الدعم شكرا لك على هذه المساعدة شكرا لك على هذه التضحيات انا مقدرة كل اللي انت قاعد تسويه في سبيل علاقتنا وفي سبيل ان تكون حياتنا اسهل وافضل والتقدير ليس بالكلام فقط حتى بالفعل ايضا يا صديقة الانثى يا صديق المتابع هذه علاقات انسانية معقدة جدا انت قررت ان يكون معاك شريك حياة شخص اخر يشاركك كل تفاصيل الحياة من هنا الينا الله ياخذ امانتك بعد عمر طويل العلاقة معقدة جدا ميبهينة يا صديقي المتابع لذلك لازم تعطيها هذا الاهتمام سواء معرفي او ثقافي او حتى تحاول تمارس كل الشيء اللي انت قاعد تسمعها الان مهم جدا حاول تفهم منظورات شريك حياتك اكثر من انك تحاول تفهم شريك حياتك منظوراتك الى هنا يكون انتهى الجزء الثاني يا صديقي المتابع من شرح هذا الكتاب اذا تعرف احد ممكن يستفيد من هذا الجزء او من هذه السلسلة لا تبخل عليه ورسله هذا المقطع في كل مكان في سناب شات والانستجرام والواتساب وفي كل منصات برامج توصيل اجتماعي واذا اعجبك هذا المجهود في هذا الفيديو اللايك راح يعبر عن شكرك لنا وراح يساهم في انتشار هذا المحتوى الناس اكثر اذا حاب تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة وتابعنا على باقي منصات برامج توصيل اجتماعي راح تلقى الرابط في الوصف انتهت جرعة الدوبامي كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع الى ان القاك في المرة القادمة باذن الله بجرعة اجمل وافضل شكرا على حسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن السلام عليكم كن منصفا يا سيد القاضي تخونني لغتي والفاضي